بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات انت الحياة. انوان حلقتنا النهاردة مجنين عالطريق. يعني حضرتك وانت ماشي في الشارع كده ممكن يكون في مجنون ماشي جنبك. او انت بتشتري حاجة من محل او قاعد تاكل في مطعم. ممكن يكون في مجنون قاعد بياكل معك. انا مش بقول كلام مجنين. انا بقول كلام حقيقي بكت. والكلام ده حصل سنة 1960 وتحديدا في المستشفى الامراض العقلية بالعباسية. اما تكاسل حراس المستشفى في حراسة اسوارها. قدر في الوقت ده مجموعة من المجنين يهربوا. هربوا وغزوا الشوارع وميادين العباسية. وكان ده بمثابة كارسة حقيقية. وقتها المدير الاداري استدعى طبيب المستشفى. وكان اسمه جمال ابو العزم. وقال له لازم توجد حل الكارسة دي. الدكتور جمال ابو العزم كان دكتور شاطر وفاهم ومهتم بوظيفته اوي. فكر في فكرة مجنونة. جاب صفارة ومجموعة من ادريين والطباء. وامرهم بيبسكوا بهدوم من وراء زي القطر كتر. تجول الدكتور جمال ابو العزم ورفاقه في شوارع العباسية. وكل شوية يمشي يقول يصفر ويقول توت توت توت. بعد فترة وجيزة رجع المستشفى ومعاه كل المجنين. وكانت فرحة كبيرة اوي بصراحة. في الوقت ده اكتشفوا حاجة مهمة واكتشفوا كارسة تانية. اكتشفوا الحاجة المهمة ان كل المجنين اللي هربت رجعت. لكن الكارسة الحقيقية اما اكتشفوا ان عدد المجنين اللي هربت كان متين تلاتة واربعين مجنون واللي ركب القطر ستمية واثناشر. ايوة هربت متين تلاتة واربعين مجنون ورجع ستمية واثناشر. عشان كده بقولك خلي بالك من المجنون اللي جنبك واوعى تركب القطر. اختاري الحياة لانك انت الحياة. خالص تحياتي عمر احمد. اشتركوا في القناة